بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب معنا في هذه الليلة من الليالي الدينية الإيمانية الروحانية في شهر فبراير في هذه السنة الثانية التي نتواصل وإياكم فيها عبر شاشة تلفزيون الوطن حياكم الله معنا جميعا في هذه الليلة التي إن شاء الله ستكون من أحلى ليالي فبراير في هذه الليلة نحن على موعد مع شيخين جليلين فاضلين أحدهما ليست هي المرة الأولى في زيارته للكويت وهو الشيخ محمد حسين يعقوب من جمهورية مصر العربية وهو بالنسبة لأكثرنا غني عن التعريف وهو داعية جليل عرفه أكثركم عبر الفضائيات وشاشات التلفاز والكثيرون عبر محاضراته في المساجد في الدعوة إلى الله جل وعلا نسأل الله أن يثبته على ذلك ومعنا أيضا الذي سنبدأ معه هذه الليلة دكتور محمد راتب النابلسي من سوريا وفي بلاد الشام حيث ينتشر عبقه وعبيره وكلامه الرائع الذي لا يمل سامعه أكثرنا عرفه من خلال الفضائيات أيضا صارت الفضائيات رحمة بعد أن أرادوها عذابا أرادوها ربما من صنعها وأنشأها أرادها لغاية في نفسه لكن يأبى الله إلا أن يتم نوره فقد انتشر من خلال الفضائيات نور الله جل وعلا في الأرض سوف نبدأ هذه الليلة مع الدكتورين مع الشيخين الفاضلين في لقاء يتقطع بين أحدهما الشيخ الأول والشيخ الآخر لأن هذه الليلة سوف تكون الفقرات متقطعة بفواصل كثيرة نعيدكم أن الكلام كله سيكون متواصلا بإذن الله جل وعلا ومكتملا وربما أحد الشيخين يقطع على الآخر ويدخل في حديثه وفي حواره لأننا لا نريد أن تكون محاضرة متواصلة على صوت ورتم واحد بل سوف يتداخل الحديث بإذن الله كله سوف يتحدث عن القلب محور حديثنا عن القلب لأن شعارنا ريح قلبك طاعة ربك أنا أذكر يوم من الأيام تصلت علي وحدة بتنتحر وحياك الله معنا الدكتور مصطفى يعني أبو السعد أنت متخصص بهذا الإشياء ومعنا الشيخ الفاضل أيضا حياها الله شيخ صالح النهام وكل الحضور حياكم الله أحد الأخوات أحد الأخوات التصلت تبي تنتحر مرة من المرات شيخ تبي تنتحر وما في مرة تصلوا علي رجال دائما حريم ما أدري ليش يعني الحريم فقط اللي يريدون الانتحار والإحصائيات تقول أكثر المنتحرين رجال لأن المرأة بس تتكلم تقول بنتحر لكن ما تنتحر الرجل على طول يتوكل على الله حتى ما يستشير طبعا عندها كل ملهيات الدنيا عندها كل شيء مباح كل شيء تسوي طبعا ما تصلي ولا تقرأ قرآن ولا شيء ما ألزمت نفسها بشيء لكن مع هذا يعني عندها الإباحية بكل شيء تبي تنتحر ملت هذه الحياة قلبها تعبان مو جسدها الجسد 24 ساعة عنائم وفراشة وتلفزيون وفضائيات وأكل وشرب أحلى الملابس أحلى الأطعمة يعني الجسد مرتاح لكن اللي تعبان فيها شنو القلب القلب يتعب أكثر من الجسد اليوم محور حديثنا عن هذا القلب ومتى يمرض وأحيانا والعياذ بالله مو بس يمرض يموت وكيف نعالج هذا القلب ويحيى هذا القلب ويطمئن هو محور حديثنا إن شاء الله في هذه الليلة لنبدأها مع فضيلة الدكتور الشيخ العزيز محمد راتب النابلسي وهو لأول سنة يحل علينا ضيف في ليالي فبراير وإن شاء الله يكرر الزيارة كل سنة لأنه ضيف عزيز على قلوبنا وعلى أرضنا فليتفضل الدكتور راتب النابلسي مشكورا بارك الله بكم ونفع بكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين ومناء دعوته وقادة ألويته وارض عنا وعنهم يا رب العالمين ندعو فنقول اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وحول الشهوات إلى جنات القروبات أيها الإخوة الأحباب الإنسان عقل يدرك وقلب يحب وجسم يتحرك غذاء العقل العلم وغذاء القلب الحب وغذاء الجسم الطعام والشراب إن لبى حاجات عقله وقلبه وجسمه معا تفوق فإذا لبى واحدة تطرف فحاجات العقل العلم هناك أوهام هناك ترهات هناك أباطيل هناك ضلالات هناك طروحات تتناقض مع كتاب الله قال تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ومن أجمل ما قرأت عن القلب السليم هو القلب الذي لا يشتهي شهوة لا ترضي الله ولا يصدق خبرا يتناقض مع وحي الله ولا يحتكم إلا لشرع الله ولا يعبد إلا الله فالبطولة أن نغذي عقولنا بالحقائق اليقينية والحق ما وافق الواقع علاقة بين متغيرين مقطوع بصحتها توافق الواقع عليها دليل إن لم يكن الدليل كان تقليدا وإن لم توافق الواقع كانت جهلا وإن لم تكن يقينية كانت شكا ووهما وظنا فالحق دائرة تتقاطع فيها أربعة خطوط خط النقل الصحيح وخط العقل الصريح وخط الفطرة السليمة وخط الواقع الموضوعي إذن هو عقل يدرك يحتاج إلى غذاء وقلب يحب يحتاج إلى حب هناك حب يسمو بنا وحب يهوي بنا الحب الذي يسمو بنا أن تحب الله ومن فروع محبة الله أن تحب أنبياءه جميعا أن تحب رسول الله أن تحب صحابته جميعا أن تحب التابعين المؤمنين العلماء الصادقين الربانيين أن تحب بيوت الله أن تحب العمل الصالح هذه كلها فروع عن محبة الله فهذا الحب يسمو بك وأن تحب زوجتك فرع من محبة الله لأن هذا الحب وفق منهج الله وأما الحب مع الله أن تحب جهة ليست على ما ينبغي لكن جاءك منها نفع لذلك قالوا الحب في الله عين التوحيد والحب مع الله عين الشرك فالعقل غذاؤه العلم والقلب غذاؤه الحب والجسم غذاؤه الطعام والشراب أيها الإخوة الأحباب على سطح الأرض ستة آلاف مليون ما منهم واحد إلا وهو حريص على سلامته وعلى سعادته بل يحب وجوده ويحب سلامة وجوده ويحب كمال وجوده ويحب استمرار وجوده إخواننا الكرام للتقريب التجارة فيها عشرات بل مئات بل آلاف النشاطات لكن يمكن أن تضغط بكلمة واحدة إنها الربح فإن لم تربح فلست تاجرا والدين نشاطات لا تعد ولا تحصى ولكن والله أصدخكم القول الدين يضغط بكلمة واحدة إنها الاستقامة فإن لم تستقم لن تستطيع أن تغطف من ثمار الدين شيئا لذلك إن لم تستقم يغدو الدين ثقافة يغدو الدين تراث يغدو الدين عادات وتقاليد يقال فلان له أرضية دينية خلفية دينية اهتمامات دينية ثقافة دينية طموحات دينية مشاعر دينية لكن ما لم نستقم على أمر الله وأنا سامحوني في هذا اللقاء الطيب وأشكر من دعاني إلى هذا اللقاء الحقيقة المرة أفضل ألف مرة من الوهم المريح يعني إذا واحد معه شيك مئة ألف دينار مزيف إن عرف أنه مزيف لصالحه فإن ظنه صحيحا يقع في إحباط ما بعده إحباط الحقيقة المرة أفضل ألف مرة من الوهم المريح فالدين يضغط بأكمله بكلمة واحدة هي الاستقامة لكن بالمناسبة الإنسان حريص على سلامة وجوده فلما لا يستقيم أزمة أهل النار في النار أزمة علم والدليل وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير لذلك لأنك تحب ذاتك لأنك حريص على سلامة وجودك حريص على كمال وجودك حريص على استمرار وجودك ينبغي أن تطلب العلم لذلك إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم والعلم لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كلك فإذا أعطيته بعضك لم يعطيك شيئا ويظل المرء عالما ما طلب العلم فإذا ظن أنه قد علم فقد جهل طالب العلم يؤثر الآخرة على الدنيا فيربحهما معا بينما الجاهل يؤثر الدنيا على الآخرة فيخسرهما معا هذه مقدمة وإن شاء الله نتابع الحديث بعد قليل نحن مفروض أننا نتواصل مع الشيخ محمد إحسان يعقوب لكن مثل ما أخبرتكم أننا سوف نقطع للمحاضرة إلى عدة فواصل لقضية فنية في التلفاز الشيخ بدأ في مقدمة مهمة جدا الآن قبل أن ندخل إلى القلب نفسه القلب حقيقة القلب هل يمرض القلب ولا ما يمرض إحنا الآن مشكلتنا لو الواحد يصاب بحرارة لو بصداع بسيط يذهب إلى يمكن مستشفى ما نفع الثاني إلى عيادة بعضنا إلى وجع بسيط يسافر إلى الخارج بعضنا ما في شيء ما في شيء بس يروح يسوي فحص كامل صح؟ يبتأكد من جسمه هل هو سليم ولا لا والجسم إذا مرض مرض نهاية الموت الجسدي وينتهي الأمر لكن مصيبة القلب قلب الذي بين أضلعنا هذا إذا مرض سواء مرض شهوات أو شبهات ومات الخسارة ليست في الدنيا بل الخسارة في الدنيا والآخرة سوف يكون بعد الفاصل يكمل حديث الدكتور محمد راتب الشيخ محمد حسين يعقوب ثم نرجع مرة ثانية للدكتور محمد راتب وهكذا يتبادل الحوار بين الشيخين الفاضلين خلكم ويانا لكن بعد الفاصل أهلا بكم من جديد في هذه الليلة من الليالي الدينية في هذا الشهر وهذه الحملة التي هي شعارها ريح قلبك ابطاعة ربك وكانت البداية مع الدكتور محمد راتب النابلسي والآن ينتقل الميكروفون إلى فضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب ليبدأ بدايته في هذه المحاضرة عن القلب حقيقة القلب أمراض القلب كيف يحيى هذا القلب بعض الأمور داخل القلب حتى كل واحد فينا وهو جالس لا يظن الحديث موجه إلى غيره دائما اتهم نفسك بأي خطأ أو سوء وحاول أن تطور هذا القلب وتصحيح لأنه لن ينفع يوم القيامة لا مال ولا بن إلا من أتى الله بقلب سليم فليتفضل الشيخ محمد مشكورا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمله تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد إخوتي في الله أولا أنا أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعني وإياكم بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله أحب أن أشير في البداية إلى أن أستاذنا الدكتور محمد راتب النبولسي هو لا شك أكثر مني علما بهذه المسألة وتفضله ببداية الحديث يوجب علي أن أنسج على منوال الشيخ وأسير في خطه فأتسلم منه الكلام في قضيتي هل القلب يمرض؟ والأمر ثابت بالكتاب والسنة وبالإجماع وبالعقل الصحيح ففي القرآن يقول ربنا جل جلاله من كلام الله سبحانه في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا فثبت صريحا أن القلب يمرض وأن القلوب يدخلها المرض في قلوبهم مرض في في الظرفية في قلوبهم مرض ثم في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يصح بشواهده إن هذه القلوب تصدأ ولا شك أن الصدأ يفسد الحديد بل ويضيعه فمن باب أولى أن يفسد القلب ويقتله أن يفسد القلب ويقتله بلا شك ثم إخوتي إذا جئنا إلى العقل فإن الإنسان في الأصل مخلوق من حفنة تراب ونفخة روح حفنة التراب هي هذا الجسد هذا الجسد المخلوق من تراب والروح من أمر ربي يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليل أشاهد أن هذا الجسد المخلوق من التراب يجوع ويعطش ويعرى ويمرض ويتعب ويمل فكذلك الروح تمر بهذه الأمراض قليلها وكثيرها هذا الجسد حين يجوع أو يعطش أو يمرض أو يعرى يكتسب كل مقوماته من الأرض التي خلق منها فأكله من الأرض وشربه من الأرض ولباسه من الأرض وراحته وراحته على الأرض ومتعته في الأرض لأنه من الأرض وإليها يعود منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى فكذلك هذه الروح تتعب وتمرض وتكل وتعرى وتعرى وتعطش ولذلك تحتاج أيضاً أن تأكل أن تتغذى أن تشرب أن ترتوي أن تكسى ولكن كما أن الجسد يستقي مراداته وما وما ينفعه من الأرض التي خلق منها فكذلك تعود الروح إلى الرب الذي أمر بنفخها سبحانه وتعالى فتستقي كل ذلك من أمره ولذلك تجد كثيراً من الناس حين يكون جسده مستريحاً فجسده منعماً جسده كما ذكر الشيخ نبيل أنها مستريحة على سريرها تتمتع بالزهب والفضة والطعام والشراب وفاخر الملابس وفاخر المسكن وفاخر المركب ولكنها معذبة تريد أن تنتحر لأن المعذبة فيها روحها لا جسدها رغم أنها منعمة الجسد والظاهر إلا أن باطنها معذب ثم هي تبحث عن راحة هذا الجسد دائماً ولا تلتفت إلى راحة تلك الروح كثير منهم كثير هؤلاء الذين ينتحرون أو يفكرون في الانتحار كثير من الأمراض التي نراها في عصرنا من الاكتئاب والقلق والأرق والهم والحزن وغير ذلك من الأمراض التي نراها ونسمع عنها من العقد النفسية أصلها أمراض قلبية سببها فقدان هذه الروح لغذائها هذه الروح حين تفتقد الغذاء حين تعتش فتصرخ الروح اسقوني وهو لا يدري ما الذي يصرخ داخله حين تصرخ هذه الروح وتقول أطعموني في داخله صراخ وكثيراً ما يشكو فيقول أشعر أنني مخنوق أشعر أنني في صدري ضيق ماذا تحتاج يقول لا أدري أطباء القلوب يدرون أنه يحتاج نعيم سجدة يقول فيها يا رب يحتاج إلى سعادة آية من كلام الله يتأملها فيطوف بها في ملكوت آخر غير عذاب هذه الأراضين إنها قضية تحتاج إلى وقفة حقيقية واقعية والسؤال هل القلب يمرض والجواب بالطبع نعم قال رسول الله أنا لا أدري في صالة التزلج هل يصلون على النبي صلى الله عليه وآله وصحابه كلما سمعت اسم النبي فصل عليه قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحابه خطئ طريق الجنة من سمع اسمه ولم يصلي عليه صلى الله قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحابه وسلم تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا وضبطها بعض العلماء عودا عودا تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا فأيما قلب أشربها 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 نكتت فيه نكتة سوداء وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء حتى تعود القلوب على قلبين قلب أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه وقلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض إخوتي تأمل معي قلبا أسود مربادا كالكوز مجخيا تأمل قلبا أسود مظلما كيف يكون عقل صاحبه واللب جزء من القلب بلا شك تأمل قلبا أسود ماذا يفيد على حياة صاحبه إلا السواد ماذا يفيد على حياة صاحبه إلا الاكتئاب وسبب سواد هذا القلب نكتة ثم نكتة فتنة ثم فتنة اللهم نجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم بيض وطهر قلوبنا هذا القلب الذي نكتت فيه نكة سوداء ما هذه النكت إنها الأمراض إنها الفتن تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا أو عودا عودا مرة بعد مرة تعرض على القلب فتنة النساء فإن أشربها فتنة المال فإن أشربها فتنة الجاه والمظهر والشهرة فإن أشربها فتنة المظهر والملابس والمركب والملبس والمسكن والمنصب والبرستيج والموقع الاجتماعي في البشر إن أشربها أشرب هذه الفتنة وتأمل قول النبي صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه أشربها فمثل القلب بالإسفنجة وللأسف الشديد أقول أن القلوب الإسفنجية كسرت في عصرنا التي تتشرب كل شيء وتمتص كل شيء وتتشبع بكل شيء ثم تفرز أسوأ شيء في هذا العصر في هذا العصر مع الانفتاح الإعلامي والغزو الفكري الغربي تشبعت القلوب بفهم الحياة بالطريقة الغربية شربت القلوب هذه الفتنة أشربتها فلما أشربت القلوب الفتنة فهمت السعادة خطأاً فهمت الحياة فهماً خاطئاً لم تفهم الحياة من مستقى قال الله قال رسول الله وإنما فهمت الحياة من منظور غربي قوامه المال والشهوة فصارت هذه أمراض القلوب أمراض القلوب تجتمع في أربع كلمات دنيا غفلة شهوة هفوة تأتيكم بعد الفاصل أحسنت شيخ لأن الشيخ إعلامي فهو عارف طريقة قطعة الفواصل لكن يكون بعد الفاصل أيضاً معنا الدكتور محمد راتب نابلسي ثم ينتقل للحديث أيضاً للشيخ الفاضل محمد يعسين يعقوب فاحفظوا هذه الأربع كلمات سمعها لنفسك وأيضاً أهلاً من جديد في هذه المحاضرة التي تجمع الشيخين الفاضلين الدكتور محمد راتب نابلسي والشيخ محمد يحسين يعقوب تتحدث حول القلب أحياناً لما نقرأ قصص السلف في سلامة قلوبهم ورقة القلوب الواحد فينا يسأل نفسه ليش ما في هزمن وناس مثل أولئك معنا البشر بشر والخلق واحد لكن المشكلة أن هناك فتن وعوامل خلت عمر بن عبد العزيز الذي يملك الدنيا وما فيها يوم من الأيام يصلي بالناس صلاة يقرأ صلاة جهرية أو عفواً خطبة جمعة ويقرأ أحد السور فلما وصل إلى قوله جل وعلا فأنذرتكم ناراً تلظى سكت في الصلاة صلحوا للي وراء هو يتذكر لكن مقادر يكمل لأن القلب سليم لأن القلب معافى لأن ما فران على القلب مثل ما موجود عند الكثيرين اليوم فعاد الآية فَأَنْذَرْتُكُمْ فَأَنْذَرْتُكُمْ شلون نصل إلى هذه المستويات وهذه المرحلة تفضل دكتور راتبان آسف أخذت من وقتك الثمين هناك حقيقة خطيرة هي أن هناك خطأ في الميزان وأن هناك خطأ في الوزن الخطأ في السلوك خطأ في الوزن لا يتكرر لكن الخطأ في الميزان لا يصحح أمراض القلب خطأ في الميزان الميزان غير الدقيق لو استعملته مليون مرة نتائج كلها خاطئة أما الخطأ في الوزن مرة واحدة فالخطأ في الوزن لا يتكرر لكن الخطأ في الميزان لا يصحح أخطاء الجوارح خطأ في الوزن أما أخطاء القلوب خطأ في الميزان لذلك أخطار القلوب كبيرة جدا لأن القلب هو الميزان فإذا كان مغلوطا أو منحرفا جاءت الأوزان غير صحيحة أخواننا الكرام في عنا موضوع متعلق بأمراض القلب موضوع الصغائر والكبائر أتمنى أن يكون واضحا لديكم أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار كيف؟ طريق عرضه ستين متر عن يمينه واد سحيق وعن يساره واد سحيق الصغيرة حرفت المقود صانتي واحد فإذا ثبتت هذا الصانتي انتهى بك المطاف إلى الوادي الكبيرة حرفته تسعين درجة لكن لأن الطريق عريض بإمكانك أن ترجعه كما كان فالكبيرة مع أنها كبيرة قد تتوب منها أما الصغيرة إذا أصررت عليها وجعلتها جزءا من حياتك قد تصبح كبيرة هذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار ولكن الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لأن دققوا لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علم قد يسأل أحدكم لماذا اختار الله من أسمائه إسمين العلم والقدرة تماما تركب مركبه والإشارة حمراء والشرط واقف والتصوير موجود أنت مواطن عادي واضع قانون السير والغرامة كبيرة جدا عندنا وعندكم أصبحت علم واضع قانون السير يطولك من خلال هذا الشرط وقدرته تطولك لا يمكن لإنسان عاقل أن يتجاوز الإشارة الحمراء ليقينه أن علم واضع قانون السير يطوله من خلال هذا الشرطي أو هذه الآلة وأن قدرته تطوله بحجز المركبة ودفع مبلغ كبير جدا فأنت مع إنسان قوي مع إنسان من بني جلدتك لا يمكن أن تعصيه إذا أيقنت أن علمه يطولك وأن قدرته تطولك فكيف يعصي الإنسان الواحد الديان الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثله يتنزل الأمر بينهن لتعلم أن الله على كل شيء قدير قدرته تطولك وأن الله قد أحاط بكل شيء علم وعلمه يطولك والإنسان إذا أيقنا أن علم الله يطوله وأن قدرته تطوله لا يعصي لكن شيخ عفوا إحنا قاعدين نشوف الآن الكثير من الذين يقعون في الذنوب والمعاصي يتحجج بحجج وبعضها قد يكون ظاهرها صحيح يعني أنا على الأقل أقع في بعض الذنوب الصغيرة أحسن من غيري بل حتى اللي يقع بالكبائر يقول أنا على الأقل مؤمن أنا على الأقل مسلم بل يمكن حتى اللي ما يعمل عمل في الدين أبداً إلى الشهادتين أنا على الأقل أحسن من اللي ما يؤمن بالله حتى في موجوده من الملحد هذا ميزان من الصعب أن نعتمده إذا اعتمدناه أصبحنا في مؤخرة الركب لأن الإنسان لما يكون طالب ما بيوازن نفسه مع طالب تارك المدرسة نهائياً بيوازن نفسه مع طالب آخر لذلك الله عز وجل قال في آيات كثيرة أنه الله عز وجل ينتظرنا أن نكون معه ليبلوكم أيكم أحسن عمله هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمله فيه بالآية ملمح خطير جداً لا ليبلوكم من الناجح أو الراسب لا الأصل أن تنجحوا جميعاً ولكن الإبتلاء من هو الأحسن فالله عز وجل حينما صممنا وخلقنا أعطانا المنهج أعطانا الفطرة أعطانا العقل أعطانا الكون أعطانا الشهوة أعطانا الحرية أعطانا كي نفوز بجنة الآخرة أما يأتي الامتحان للتفاوت في مراتب الجنة أما أن نطرح الآخر هذا بخلاف منهج الله عز وجل طيب شيخ أنا ودي أحول أيضاً الحديث لشيخ محمد حسن يعقوب شيخ اللي يريد فقط النجاة يعني أنه أسلم علموا الصحابة على الهمم العائل لكن اليوم الواحد يمكن بعضنا يقول أنا بس أبل جنة وخلاص لا تطالبني بأكثر من هذا لا تقول لي أسوي أعمال أكثر من هذا يعني كما ذكر الشيخ أن الطالب الذي يقيس نفسه بطالب فاشل يفشل يعني نراها كثيراً في أبنائنا أن الطالب الذي يريد أن ينجح وخلاص يرسب الذي يريد أن يحصل على مئة في المئة يحصل على تسعين أو ثمانين الذي يريد أن يحصل على تسعين يحصل على سبعين وستين والذي يريد أن ينجح مجرد النجاح لا بد أن يرسب هذه قدره ولذلك أريد أيضاً أن أضيف إلى كلام الشيخ في الخطأ في الميزان والوزن أننا ينبغي أن نفهم القضية فهماً صحيحاً فيه وهذه تتعلق أيضاً بقضية العيز ينجو وخلاص كيف ينجو القضية فيه إخوتي القضية فيه هل المشكلة في مرض القلب ضعف الإيمان ولا ضعف القلب ينبغي أن نفرق بينهما ضعف الإيمان أيها الإخوة ضعف الإيمان ضعف الأعمال يعني يكون يصلي ولكن صلاته ضعيفة ويصوم وصيامه ضعيف ويقوم الليل وقيامه ضعيف ويقرأ القرآن وقراءته ضعيفة هو مواظب على الحسنات حريص عليها لكنه ضعيف أما إذا مريض بضعف القلب ضعف العضلة نفسها ضعف الدافع هو ده يقول أنجو خلاص بس ندخل الجنة أنتم عايزين تروح الفردوس الأعلى أنا راجل غالبا على أدحالي عايز أبقى ورى باب الجنة بشبر هذا الذي عنده هذا الضعف محال نحن نؤمن أن من زحزها عن النار وادخل الجنة فقد فاز ولكن من هذا الذي يزحزح من من هل هو يرتكب الفواحش ثم يقول يريد أن أدخل الجنة بس بشبر تدخل الجنة من وين من أين تأتيك الجنة وأنت ترتكب الفواحش وكما قال ابن الجوزي عليه رحمة الله يقول يقول أحدهم حسنة وسيئة ويلك من كيسك تنفق السيئة تحبط الحسنة التي فعلتها ثم تقول أريد أن أدخل الجنة وخلاص بدون قيام ليل وبدون صيام وبدون زك هذه قصتها ضعف العضلة ضعف القلب نفسه ضعف القلب نفسه ضعف العلة الدافعة للعمل علتان علة دافعة وعلة غائية الغاية الجنة لا شك لكن العلة الدافعة التي تدفعه للعمل هذه أمر أخر طيب إحنا له الحين الأمراض القلب صراحة اللي حين ما شفنا أعراضها متى يكتشف الإنسان في نفسه أن قلبه مريض متى قد يكون الواحد ما شاء الله على السنة واللحية ما شاء الله أو الإزار أو السواك أو بعض مظاهر السنة يطبقها لكن ما يدري أن قلبه مليء بالأمراض من حيث لا يشعر ويحتقر قد يحتقر بعض الناس يشوف بعض الناس في مظهر يقول هذا وين وأنا وين أنا الحين الحمد لله على الأقل طبقت أشياء كثيرة وهذا توه وما يعلم أنه وهذا كلام من القيم ومن تيمية غير كثير في هذا الباب تجد يعني بعيد عن بعض السيئات وبعض الذنوب ولسانه لمرض في قلبه يفري في الأحياء والأموات وهو لا يبالي ودنا بعد الفاصل ما أدل مخرجنا كم باقي على الفاصل ما بقي إلا ثواني ودي أبدأ مع الدكتور نراتب النابلسي يشخص لنا المرض يعطينا بعض الأعراض للواحد تصبح عنده مؤشر كل هذا أنا واقع فيه وأنا ما أدري لأن بعض الناس قد ما يعرف حتى في الأمراض الدنيوية يحطون لك الأعراض إذا حسيته بشيذي وشيذي وشيذي ترى أنت فيك ذبحة صدرية احتمال جلطة تلقى على طول عند الطبيب على طول يكشف خايف من الجلطة وفي مرض قلب قد يودي به إلى جهنم وهو لا يشعر هذا رح نبدأ فيه إن شاء الله بإذن الله بعد الفاصل وإذن الشيخ راتب يعطينا أعراض هذا المرض ونبدأ بالشيخ حسين يعقوب أيضا يعطينا بعض العلاج العملي حتى الواحد فينا ينجو بنفسه في الدنيا والآخرة خلكم وإيانا لكن بعد الفاصل أحسنتكم من جديد في هذه الليلة وهذه الأمسية الرائعة صراحة هذا الجمهور الكريم الذي يشرفنا في هذه الليلة وهذا المجلس الذي أسأل الله جل وعلا أن تحفه الملائكة وأن لا يختم إلا بذنب مغفور لازمنا في القلب ونتحدث عن هذا القلب الذي هو أخطر عضو في هذا الجسد بل إذا صالح صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله عليه المدار ويوم القيامة عليه الفوز والخسران بسبب هذا القلب إما أن تنجو أو تهلك احرص على ما سوف يذكره الآن الشيخان في علامات مرض القلب ومظاهر مرض القلب وكيفية علاج هذه الأمراض ولا عليك إذا رأيت أن الجسد ما شاء الله عليه سليم مئة بالمئة فإن المرد الأمر إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم في زيادة وأعمالكم فإحرص على هذا الأمر تفضل الدكتور محمد راتب في بيان بعض مظاهر أمراض برك الله بك أخوانا الكرام الأب ما الذي يسعده أن يلتف أولاده حوله أن ينصع لأمره الزوج ماذا يسعده أن تكون زوجته معه والعلاقة سلس بينهما مدير المدرس ماذا يسعده أن يلتف المدرسون حوله صاحب المتجر مدير المؤسسة رئيس الجامعة أي منصب قياده في الأرض يسعده أن يلتف من حوله حوله أن يحبونه لماذا تكون المشكلات في أي مجتمع في أي كيان قال تعالى دقيق فبما رحمة من الله لنت لهم يعني بسبب رحمة استقرت في قلبك يا محمد من خلال اتصالك بنا كنت لينا لهم فلما كنت لينا لهم التفوا حولك شيء طبيعي المؤمن المتصل بالله فيه بقلبه رحمة التف أولاده حوله معلم التف طلابه حوله مرشد التف أخوانه حوله قائد التف أخوانه حوله فبما رحمة من الله لنت لهم بالمقابل ولو كنت فضاً غليظ القلب لنفض من حولك كلام دقيق مدام القلب مقطوع عن الله في قسوة أبعد قلب عن الله القلب القاسي ولو كنت فضاً غليظ القلب أي لو كنت منقطعاً عنه امتلأ القلب قسوة فانعكست القسوة غلظة فانفض من حولك والله معادلة رياضية اتصال رحمة لين التفاف انقطاع قسوة غلظة انفضاض هذه الآية يحتاجها الأب المعلم صاحب المتجر عنده كم موظف مدير المؤسسة مدير المدرسة رئيس الجامعة أي منصب قيادي أنت بحاجة مدام القلب متصل في لين في رحمة والرحمة شعور داخلي ينعكس لين في المعاملة هذا اللين يجلب الناس حولك والمقطوع عن الله يمتلئ القلب قسوة تنعكس القسوة غلظة ينفض الناس من حولهم نقطة دقيقة أخواننا الكرام قال تعالى وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر قال علماء التفسير ذكر الله أكبر ما في الصلاة والدليل وأقم الصلاة لذكره ولكن ابن عباس رضي الله عنهما قال ذكر الله لك أيها المصلي وأنت في الصلاة أكبر من ذكرك له إنك إن ذكرته أديت واجب العبودية لكنه إذا ذكرك منحك الحكمة إن ذكرك منحك الرضا إن ذكرك منحك الأمن فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون إن ذكرك منحك السعادة إن ذكرك منحك التوفيق هذه ثمار الصلاة وأقم الصلاة لذكري وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر يعني ذكر الله لك وأنت في الصلاة أكبر من ذكرك له إذا ذكرك منحك الأمن منحك الحكمة منحك القوة منحك الرضا منحك التوفيق منحك السعادة منحك السكينة تسعد بها ولو فقدت كل شيء وتشقى بفقدها ولو ملكت كل شيء أحد الصحابة أبن عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سأله أحد التابعين سؤال غريب قال له هل كان أصحاب النبي يضحكون عليه الصلاة والسلام هل كانوا يضحكون قال نعم والإيمان في قلوبهم مثل الجبال يعني لا يغرنك ظاهرهم تجد إنسان أشعث أغبر ولا يضحك يعني عادي يعيش حال حال الناس لكن في قلبه أمثال الجبال من الإيمان الدنيا الغفلة الشهوة الحفوة أربع كلمات تخوف وهي يمكن من أسباب أمراض القلب بدأها الشيخ محمد حسين يعقوب وقلنا لكم حفظوها لكن كيف تمرض القلب أو كيف تؤذي هذا القلب يتفضل الشيخ محمد حسين يشرحها لنا إن شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإخوتي أنا أحبكم في الله ودايما أقول أن أنا أحبكم في الله مش لزمة من لوازم الشيوخ في كل مقدمة نقولها وإنما لأننا بحبكم فعلا حرصوكم على هذا الخير وامتلاء هذا المدرج بكم سعادة لنا ولا شك أنه طلبا لمحبة الله إخوتي القلوب تمرض وتتفاوت الأمراض كأمراض الأجساد كما أن في الأجساد ما بين صداع ومغص إلى سرطانات والعياز بالله وجلطات فكذلك في القلوب اللهم طهر قلوبنا اللهم اشف قلوبنا اللهم نور قلوبنا اللهم ثبت على الإيمان قلوبنا أول مرض يصيب القلب الدنيا اللهم إنا نعوذ بك من الدنيا فتنة الدنيا فتنة شديدة وقال علماؤنا من ادعى محبة الله ثم مال بقلبه إلى الدنيا فهو كزاب الله جل جلاله في ثلاثة آيات في ثلاث آيات من القرآن لا رابع لها من جنسها خيرنا بين الدنيا والآخرة إما دنيا وإما آخرة قال سبحانه في الآية الثامنة من سورة هود قال سبحانه من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون إخوتي هو تخيير لك وخيار فاختر لنفسك يا عبد الله قال سبحانه وتعالى في الآية الثانية وهي في سورة الإسراء قال سبحانه وتعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مزموما مدحورا والآية الثالثة في سورة الشورة في قول الله سبحانه من كان يريد حرس الآخرة نزذ له في حرسه ومن كان يريد حرس الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب اختر لنفسك كما قال ربنا جل جلو أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير وقد يقول قائل هل معنى قولك هل معنى قولك أن الدنيا مرض أنت نترك الدنيا ونلبس المرقعات ونجلس نشحز من الناس لا لا أقصد ذلك البتة بل أقول أن تطلب الدنيا للآخرة أن تسخر الدنيا للآخرة لا بأس أن تملك ملايين وبلايين وفوق ذلك املكها ولا تملكك استعملها ولا تستعملك عبدها ولا تعبدها الدنيا سيارة جميلة فارهة مهما تكن ولكن لماذا لأخلو فيها مع الله أستطيع أن أذكر الله وأشكر نعمة الله لذلك هذه الدنيا قد تصير مرضا مرضا يمرض إنسان بعشق الدنيا وسمت فرق بين العشق المحرم وبين الحب لله الذي تراه في هذه الدنيا من العشق المحرم الذي يسمونه في زماننا حبا وهذا ليس بحب إنما هو العشق المحرم الحب لا يطلق إلا على حبك لله وما ينفصل عنه ويتصل به حب الله وحب كل شيء يحبه الله لله فحب الزوجة لله وحب الوالدين لله وحب أي عمل تؤدي حبه لله إذا كان هذا فهو حب وإلا فهو عشق المرض الأول للدنيا وعلاجه أن تسخر الدنيا لله ولا يتعلق قلبك بها ولا بشهواتها ولا شك أن حب الدنيا يؤدي إلى المرض الثاني الذي هو الغفلة قال الملك جل جلاله الله العلي الكريم الجليل الله قال سبحانه وَلَقَدْ زَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ زَرَأْنَا أي أنشأْنَا وأوجَدْنَا وَخَلَقْنَا وَلَقَدْ زَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَسِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصُرُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلْ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ إخوتي صح عن النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم أنه قال حبك الشيء يعمي ويصم فحب الدنيا عمى عمى للقلوب وصمم للأذان إخوتي علاج هذه الغفلة ذكر الله وتعلق القلب بالآخرة سوف نرجع مرة ثانية للشيخ يكمل أيضا للفقرتين الثانيتين مع علاقة الشهوة والهفوة بأمراض القلوب ونثني أيضا مع الدكتور راتب النابولسي خل نطلع شوية في هذا الباب ندخل إلى أمراض القلوب بين الناس وما يحصل بين الناس اليوم من حقد وحسد وغل هذه كلها بعض أمراض القلوب الآن الموجودة ومنتشرة في الساحة والمجتمع لكن كل هذه الأمراض سنتواصل إياكم فيها خلكم إيانا بعد الفاصل أهلا بكم من جديد دخل رجل على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة جلوس قال يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة دخل رجل تأبطن عليه يعني انعالة تحت ابطة ولحيته تتقاطر من الوضوء وما هو معروف حتى عند الصحابة إنسان عادي غير معروف ثلاث أيام قبل ما يدخل النبي يعطيه هذا البشارة والنبي ما ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم إنه إلا وحي يحى أحد الصحابة تابعة عرف بيته زارة جلس عنده أيام يبي يكتشف شنو العبادة التي أوصلته إلى جنة عرضها السماوات والأرض والليل حين على الأرض يمشي لم يكن كثير صلاة يعني أكثر من الناس أو صيام غير عن الناس يصلي كالناس ويصوم كالناس لكن فيه علة أدخلته الجنة قال أبيت أنام ولا أجد في قلبي على أحد من المسلمين شيئا قلب صافي قلب سليم قلب له حقود ولا حسود ولا تلقى في الصف الأول يصلي لكن والعياذ بالله يحسد الناس كلها تلقى ما شاء الله عليه لباس أجمل منه ما في لكن قلبه بالحقد والكراهية أقدر منه ما في تلقى في بعض القضايا تبع السنة وما شاء الله عليه دقيق لكن لسانه وقلبه مليء بالحقد والكراهية للمسلمين هذا قلب مريض وإن ظن صاحبه أنه سليم دكتور محمد راتب في هذا الباب وهذا النوع من الأمراض شنو تقدر تتكلم عنها دكتور بسم الله الرحمن الرحيم الله عز وجل يقول إن الإنسان خلق هلوعة إذا مسه الشر جزوعة وإذا مسه الخير منوعة هذه نقطة ضعف في أصل خلق الإنسان لصالحه خلق هلوعة خلق عجولة خلق ضعيفة لو أن الله خلقه قويا لاستغنى بقوته فشقي باستغنائه خلقه ضعيفا ليفتقر في ضعفه فيسعد بافتقاره على كل نقاط ثلاث في أصل خلق الإنسان الهلع والضعف والعجلة نأخذ الهلع إن الإنسان خلق هلوعة إذا مسه الشر جزوعة وإذا مسه الخير منوعة إلا المصلين معنى ذلك الذي اتصل بالله يشفى قلبه من الهلع والجزع كيف أخوانا الكرام أنا مضطر إلى حقيقة منطقية قال المناطقة الصفة قيد يعني قل إنسان هذه تشمل ستة آلاف مليون أضف لهذه الكلمة مسلم إنسان مسلم الكمية نزلت من ستة آلاف مليون لمليار وخمسمائة مليون الرابع قل إنسان مسلم عربي أربعمائة ألف قل إنسان مسلم عربي مثقف الكم هبط قل إنسان مسلم عربي مثقف طبيب قل إنسان مسلم عربي مثقف طبيب قلب قل إنسان مسلم عربي مثقف طبيب قلب جراح ضاقة الدائرة اسمعوا الآية إن الإنسان خلق هلوعة إذا مسه الشر جزوعة وإذا مسه الخير منوعة إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك في جنات المكرمون لذلك ورد في الأثر النبوي ليس كل مصل يصلي إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع لعظمتي وكف شهواته عن محارمي ولم يصر على معصيتي وأطعم الجائعة وكس العريانة ورحم المصابة وآوى الغريب كل ذلك لي وعزتي وجلالي إن نور وجهه لأضوأ عندي من نور الشمس على أن أجعل الجهالة له حلمة والظلمة نورة يدعوني فألبيه يسألني فأعطيه يقسم علي فأبره أكلأه بقربي أستحفظه ملائكتي مثله عندي كمثل الفردوس لا يمث ثمرها ولا يتغير حالها أيها الإخوة دقق في الكتل الكبير في الدين من أجل شفاء القلوب إن الإنسان خلق هلوعة إذا مسه الشر جزوعة وإذا مسه الخير منوع إلا المصلين المصلي معافى من أمراض القلوب الصلاة التي أرادها الله لذلك ليس كل مصل يصلي إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع لعظمتي يعني الأرض تدور حول الشمس بمسار إهليلجي هي هنا بالقطر الأطول إذا اتجهت إلى القطر الأصغر المسافة ضاقت وقانون الجاذبية متعلق بالمسافة والكتلة احتمال أن تنجذب الأرض إلى الشمس قائم وإذا انجذبت تبخرت في ثانية واحدة وانتهت الحياة ماذا تفعله الأرض؟ الأرض مادة والمادة غير عاقلة ترفع سرعتها فإذا رفعت سرعتها نشأ عن رفع السرعة قوة نابذة أكثر تكافئ القوة الجاذبة الأكثر فتبقى على مكانها إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول يد من؟ لمن تواضع لعظمتي يا رب أي عبادك أحب إليك حتى أحبه بحبك قال أحب عبادي إلي تقي القلب نقي اليدين لا يمشي إلى أحد بسوء أحبني وأحب من أحبني وحببني إلى خلقي قال يا رب إنك تعلم أني أحبك وأحب من يحبك فكيف أحببك إلى خلقك قال ذكرهم بآلائي ونعمائي وبلائي يعني ذكرهم بآلائي كي يعظموني وذكرهم بنعمائي كي يحبوني وذكرهم ببلائي كي يخافوني إذن لا بد من أن يجتمع في قلب المؤمن ليكون معافى من أمراض القلوب تعظيم لله من خلال آياته الكونية ومحبة له من خلال نعمه العظيمة وخوف منه من خلال البلاء فالقلب السليم هو القلب الذي تجتمع فيه محبة الله وتعظيمه والخوف منه إذن إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع لعظمتي وكف شهواته عن محارمي استقام ولم يسر على معصيتي كان ثريعة توبة وأطعم الجائعة وكس العريانة ورحم المصابة وآوى الغريب كل ذلك لي إخلاص شي عجيب هذا الحديث في كليات الدين تفكر في خلق السماوات والأرض استقامي على أمر الله التوبة المستمرة العمل الصالح الإخلاص فإذا فعلنا هذا شفيت قلوبنا من أمراضها والله لذلك قضية القلب هي عبادة القلب عبادة الإخلاص فاعبد الله مخلصاً له الدين الإخلاص يعني القلب أحد الرجال أراد أن يفعل الفاحشة مع امرأة وكان هو سيد القصر وهذه المرأة خادمة ومتزوجة فأمر زوجها العامل الثاني الذي عنده الزراع أن يذهب إلى بلد بعيد واختلى لوحده مع هذه المرأة فقال لها أغلق أبواب القصر فأغلقت كل الأبواب قال لها أغلقت الأبواب قالت نعم إلا باباً واحداً قال أي باب قالت الباب الذي بيننا وبين الله هذا ما يغلق هذا الباب فارتجف الرجل وتاب إلى الله شي الفرق بين المرأة والرجل المرأة هذه تراقب الله أما الرجل نسي غفل أخذته الشهوة الآن مع الشيخ محمد حسين أبي يكمل لنا هو بدأ بالدنيا والغفلة وهما مرضاء من أمراض القلوب بقيت الشهوة والهفوة أظن الشيخ ما أكملت الحديث عنهما تفضل الشيخ المحمود هو الله جل جلاله والمصلى والمسلم عليه محمد وآله وبعد فاستطرد في قضية هذه الأمراض ولكن أخشى أن ينتهي الوقت قبل أن أسأل أحدكم أن أسأل كلا منكم ماذا تشعر في قلبك كيف حال قلوبكم مع الله اللهم أصلح قلوبنا اللهم طهر قلوبنا اللهم نور قلوبنا إننا بحاجة إلى هذه الوقفة أن يتوقف كل منا ليسأل كيف حال قلبي هل تستشعر أن في قلبك نور هل تستشعر أنه نزلت على قلبك فيض رحمة أم أنك تشعر بقسوة قلبك وظلمته اللهم إنا نسألك أن تصلح قلوبنا إخوتي حين ذكرنا الدنيا وهذه هي الشر الذي يتنافس فيه أهل الدنيا أما أهل الأخيرة الذين تعلقت قلوبهم بالآخرة فلا يتنافسون على الدنيا ولا يلقون لها بالا بل شعارهم قول نبيهم صلي عليه صلى الله عليه وسلم ما لي ولد دنيا ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل بظل شجرة ثم رحى وتركها شعارهم فيها نصيحة نبيهم صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حين قال كن في الدنيا كأنك غريب أو أو عابر سبيل أعبرها أعبروها ولا تعمروها هذه معبرة قنطرة وليست للإقامة دنيا غفلة وهذه الدنيا تجر إلى الغفلة والغفلة تجر إلى الشهوة أنا أعتدر بأن الشيخ محمد حسين يعقوب لأن ما أدري ليش صار عندي ظهر الربكة في الوقت دخل علينا الفاصل للأسف ورح أكمل مع الشيخ محمد حسين يعقوب بداية الفقرة القادمة لأننا تعلقنا حنا حنا الدنيا والغفلة لكن الشهوة ما بدأنا فيها وأفضل أن ما نبدأ فيها في الفقرة القادمة وأنا أعتدر أيضا مرة أخرى للشيخ محمد حسين يعقوب خلونا مع الفاصل ونرجع وإياكم بعد الفاصل مع الشيخ محمد وليعذرنا وتنتظروننا بعد الفاصل صارت الفواصل وفواصل جديد الشيخ محمد حسين يعقوب عشان ما تزعل عليه بعد الليلة شيخنا كمل حديثك اللي كنت بدأت فيه وشديتنا فيه تفضل بس شيخ هذه آخر فقرة ورح يكون نصها بينك وبيننا الدكتور محمد راتب أنا كنت متكلم في إيه دخلت في الشهوات بالهفوة شيخ آخر شيء كنت تتكلم الهفوة إخوتي إن أخطر شيء في هذه المعاصي أن تستصغرها وتحتقرها إخوتي الوقت ضيد جدا وأنا يعني الحمد لله رب العالمين الشاهد أن من المعاصي معاصي قلوب ومعاصي جوارح ومعاصي القلوب هي الأخطر بلا شك معاصي القلوب هي الأخطر بدليل أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زنى وإن سرق هذه معاصي الجوارح الزنى والسرقة وقال من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر لا يدخل الجنة اللهم احفظ قلوبنا خطر معاصي القلوب خطر زرة كبر تمنع دخول الجنة والسنى وسرقة لا تمنع دخول الجنة إذا صح التوحيد ولذلك أقول أن التوحيد هو علاج كل هذه الأمراض أن تشهد أن لا إله إلا الله قل لا إله إلا الله أن تشهد أن لا إله إلا الله مخلصا من قلبك لا إله إلا الله أحرق لسيئات الموحدين من الشرك لحسنات المشركين هذا التوحيد يحرق السيئات ويمحوها ويطهر القلوب تعلق القلب بالله أيها الإخوة تعلق القلب بالله إذا امتلأ هذا القلب كلما امتلأ من إرادة من هم وإرادة وحب طرد هم وإرادة وحب لذلك أقول أنك إذا امتلأ قلبك بالتوحيد طرد كل شيء سواء هذه الهفوات هفوات هفوات معاصر صغيرة قد تسميها تافها قال أنس بن مالك رضي الله عنه إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر كنا نعدها على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكبائر من الكبائر لذلك كلما هان الزنب عندك كلما عظم عند الله وكلما عظم الزنب عندك هان عند الله يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي الله يحب أن يغفر يحب أن يعفو يحب أن يرحم يحب أن يعطي الله جل جلاله ولكن قال سبحانه وتعالى أنه لا يضع الأمر إلا عند من يستحقه قال سبحانه ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقوا الرحمة واسعة نعم واسعة جدا وسعت السماوات والأرض وما بينهما ولكن لمن فلذلك هذه الهفوة علاجها سرعة التوبة سرعة الأوبة إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا الذين إذا مسهم طائف إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون هكذا هم سريعوا الفيئة سريع العودة وثمة فرق بين من يخطئ وبين من يتعمد بين من يأوب ويتوب وبين من يصر ويستمر سمة فرق بين من يخطئ في خطأ غير مقصود وبين من يمكر للمعصية أختم بهذه في واحد عنده زنبين ثلاثة كل يوم بيكعبل فيه يبص على واحده وهو ماشي دخل يشتري شيء شف صورة إلى آخره قاعد على النت بيعمل مصلحة وقعت أمامه صورة هذا يخطئ بخلاف من برمج تلفزيونه على قنوات محرمة قنوات الزنا والفجور فرق بين رجل وقعت عينه عارضا فقال أستغفر الله وتألم وبين من يجلس لينتظر الوقت الذي يرى فيه الحرام لمن برمج كمبيوتره أو حفظ على هاردسكه هذه القزارات والقازرات والمحرمات يفعلها ويعاودها مرة بعد مرة فرق قال الملك جل جلاله أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخصف الله بهم الأرض مكروا السيئات تختلف عن الذين فعلوا السيئات الذين ارتكبوا السيئات الذين وقعوا في السيئات يختلفون عن الذين يمكرون السيئات أحبكم في الله وأسأل الله أن يتوب علي وعليكم طبعا شكرا جزيلا للشيخ محمد إحسان يعقوب ونعتذر على التقطيع التي صارت الآن أيضا سوف تكون الخاتمة للدكتور محمد راتب النابلسي ما رح أوجه لأي حديث أو أوجه لسؤال هو حر في خاتمته التي يشاء في موضوع القلوب والشيخ لك المخرج يقول أربع دقائق أيها الإخوة نحن بأمس الحاجة إلى الوعي عندنا في الشام الشيخ يلقي درس حدثهم عن الفساد الاجتماعي بشكل مسهب تأتي الفتاة الساعة الثانية بعد منتصف الليل أين كانت عند الحبيب فكل الحاضرين صلوا على الحبيب نحتاج إلى وعي لذلك قال تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض بربكم الحقيقة المرة هل نحن مستخلفون في الأرض لا والله وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ونحن أيضاً لسنا ممكنين وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنة ونحن أيضاً لسنا آمنين أتكلم عن العالم الإسلامي بأكمله لسنا مستخلفين ولسنا ممكنين ولسنا آمنين مع أن وعود الله قطعية الحدوث وزوال الكون أهون على الله من أن لا يحقق وعوده للمؤمنين أين الخلل؟ قال تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غي وقد لقينا ذلك الغي وقد أجمع العلماء على أن إضاعة الصلاة لا يعني تركها ولكن يعني تفريغها من مضمونها فلذلك أقول لكم بملء ما أؤمن مستحيل وألف ألف مستحيل أن نطبق سنة النبي في حياتنا ونقلق أو يأتين ما لا يرضين بدليل وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم الآية في حياة النبي لها معنى لكن بعد انتقال النبي إلى الرفيق الأعلى لها معنى آخر يعني يا محمد ما دامت سنتك منهجك قائما فيهم هم في مأمن من عذاب الله فالحل أن نعود إلى الله عز وجل إذا رجع العبد إلى الله نادى مناد في السماوات والأرض أن هنئوا فلانا فقد اصطلح مع الله عالم في أمريكا كبير هداه الله إلى الإسلام زار بريطانيا والتقى بالجالية الإسلامية فيها وقال أنا لا أصدق أن يستطيع العالم الإسلامي اللحاق بالغرب على الأقل في المدى المنظور لاتساع الهوة بينهما ولكنني مؤمن أشد الإيمان أن العالم كله سيركع أمام أقدام المسلمين لا لأنهم أقوياء ولكن لأن خلاص العالم في الإسلام بشرط ما سأقوله بعد قليل ورقات العمل بشرط أن يحسنوا فهم دينهم وأن يحسنوا تطبيقه وأن يحسنوا عرضه على الطرف الآخر أن نحسن فهم هذا الدين وأن نحسن التطبيق وأن نحسن العرض على الطرف الآخر وإذا أردت كلاما جامعا مانعا لحال العالم الإسلامي الآن أقول هان أمر الله على المسلمين فهانوا على الله في الختام طبعا لا يسعوني إلا أن أشكر ضيفي الكريمين دكتور محمد راتب النابلسي وشيخنا الحبيب الشيخ محمد حسين يعقوب على هذه الكليبات وهذه الحكم وهذه الفوائد الواحد فينا الآن عرف بعض أمراض القلوب الدنيا الغفلة الشهوة الهفوة هناك بعض القواعد التي أسسها دكتور محمد راتب النابلسي يسير الإنسان عليها في حياته ابدأ من اليوم الذكر يجري القلب القرآن شفاء لما في الصدور صحبة صالحة تأمنك من أمراض القلوب في هذا الزمن احرص على كل طاعة فإنها إن شاء الله تزيل أمراض القلب وكل معصية نكتة من النكة السوداء التي تمرض هذا القلب أنت حر هذا قلبك فصحه وصفه وعالجه وسلمه إن شئت وأمرضه إن شئت فلن يتضرر إلا صاحب القلب المريض أو القلب الميت هذه الليلة انتهت في إحدى ليالينا الدينية موعدنا إن شاء الله في ليالي قادمة نعيدكم بأمسيات أيضا أخرى في المجمعات التجارية وأيضا في صالة التزلج أشكركم جدا على حسن استماعكم وإنصاتكم وحضوركم المتميز وصبركم ترمضت أكثر من ساعتين ونحن جلوس مر الوقت والله مع الشيخين كأنها دقائق معدودة وبإذن الله عز وجل يقال لنا بعد هذا المجلس قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات أشكركم مرة أخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته